موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أخواتي الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نودع عاما بالأمس القريب كنا نستقبله نعم أخواتي عام مضى وانقضى من أعمارنا كلمحة برق أو كغمضة عين ولن يعود إلى يوم القيامة وهو شاهد لنا أو علينا فعلينا أخواتي الفضيات أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة فمن يحاسب نفسه باستمرار يطلع على عيوبها ويدرك تقصيره في حق نفسه فإن دفعوا لفعل الطاعات ويعزموا على ترك المنكرات أخواتي الحبيبات إن النفس بطبيعتها كثيرة التقلب والتلون تؤثر فيها المؤثرات وتعصف بها الأهواء والأدواء من هنا كان لازما على كل عبد يرجو لقاء ربه أن يطيل محاسبة نفسه وأن يجلس معها جلسات طوال فينظر في كل صفحة من عمره مضت ماذا أو دعا فيها ويعزم على استدراك ما فات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وسنظر نفسنا قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين حاسبون أنفسهم عند الزلة والتقصير إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم نبصرون فكلنا أخوات أصحاب دنوب وكلنا نحمل على أكتافنا أوزارا ولا بد لنا مع قبل هذه السنة الجديدة الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون المستغفرون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وفي الحديث القدسي قال تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة فالاستغفار أخوات الحبيبات ينقل قلب ويطهره من ظلمات المعاصي والذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سوقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله في القرآن الكريم قال تعالى كلا بغضان على قلوبهن كانوا يكسبون قال أحد العلماء إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم أما دائكم فذنوبكم وأما دوائكم فالاستغفار فالاستغفار أخوات الحبيبات وسيلة للتوبة ومجلبة للرحمة وأمان من العذاب وتخفيف يوم الحساب وأفضل صيقة للاستغفار سيد الاستغفار ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت قلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن قالها من النهار موقن بها فمات من يومه قبل أن يمسي وهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح وهو من أهل الجنة كما في الحديث الذي رواه البخاري فنبادر أخواتي الحبيبات إلى التوبة الصادقة والله كريم غفور رحيم وهو القائل جل شأنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ويقول تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فلنتق إلى أخوات الفضيات ما دمن في وقت الإمهال ونبادل بالتوبة قبل حلول الآجال قبل طي الكتاب وقبل طلوع الشمس من المغرب فإن الله تعالى يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون فعند نزول العذاب يبدأ الإنسان بالتحصر والندم ويقول فيما أخبر الله عنه في القرآن الكريم أن تقول نفسيا حصرتا على ما فضطت في جنب الله فإن كنت لمن الساخرين أخوات الحبيبات مهما عشنا في هذه الدار ومهما تعقب الليل والنهار فلابد من لقاء الواحد القهار فلنستقبل العام الجديد بعقد العزم على التوبة والإنابة إلى الله تعالى ونتنافس على فعل الطاعات ونعاهد الله على الترك المنكرات فالعمر قصير والزاد قليل والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا والحمد لله رب العالمين